على ساعات الليل دوت صفارات الأنذار في معظم أرجاء أوكرانيا ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي للصواريخ التي أطلقت وهي أطلقت من عرض البحر الأسود وأيضا من شبه جزيرة القرم ومن منطقة خرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية أطلقت صوب منطقة ومدينة ميكولايف بشكل رئيسي حيث سمعت كما ذكرتهم قبل قليل ذوي انفجارات ضخمة قدرتها السلطات المحلية بنحو 20 انفجارا وهي أعلى وهو أعلى رقم يسجل في تلك المنطقة منذ أن بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا وتقول السلطات المحلية أن الانفجارات حدثت في أماكن مزدحمة بالسكان في إشارة إلى أن الصواريخ التي أطلقت استهدفت مباني سكنية وبنى تحتية غير عسكرية كما تشير تصريحات المسؤولين في منطقة ميكولايف أيضا في وقت متأخر من ساعات ليلة الأمس أطلق صاروخ على منطقة أوديسا وهو الصاروخ الخامس الذي أطلق خلال ساعات الأمس على هذه المنطقة بعد أن أطلقت أربع صواريخ تم اعتراض أحدها العملية القصف التي طالت من مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا يوم الأمس وأدت إلى دمار واسع لحق بمبنى سكنية من ستة طوابق في وسط المدينة أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا هناك إلى ستة قتلى وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين كما ذكرتم قبل قليل حصيلة مؤلمة سجلت في بلدة تشاسي فيار بمنطقة دونيسك فارتفعت حصيلة القتلى في ذلك المبنى إلى أكثر من ثلاثين قتيلا ولا تزال السلطات تتحدث عن محاولات العثور على أشلاء على ضحايا على ناجين من تحت الأنقاض في ذلك المبنى السكني وهناك ردود فعل أوكرانية حول هذا الأمر لا سيما وأن الجانب الروسي تحدث عن مقتل ثلاثمائة جندي أوكراني إضافة إلى مرتزقة جراء عملية القصف هذه ولكن الجانب الأوكراني يؤكد أن المبنى مبنى سكني وأن معظم الضحايا وكل الضحايا من سكان ذلك المبنى الذي كان فيه نحو مائة وخمسين إلى مائتي شخص على الأقل نعم